يا صباح الخير عن جديد لألكم مشاهدين وصلنا لأول فقاراتنا لليوم وهي فقارتنا الطبية اللي رح نتناول فيها اليوم موضوع كتير مهم وهو موضوع أمراض القلب اللي انتشرت كتير بالقاون الأخيرة ما عادت فقط عند كبار السن ثار للأسف هذا الموضوع عند فئات الشباب صغار السن كتير عم ينصابوا اليوم رشا بهي الأمراض متل ما عم نلاحظ أكيد ليلى واليوم الأسباب كتير يعني خلي إذا ما لنا اليوم في أسباب قراثية اليوم الوضع العام الوضع الاقتصادي والأوضاع النفسي عم تكون سبب رئيسي وحسب دراسات طبية أنه عم تكون هي السبب الرئيسي لجلطات عند الشباب وللأسف مثل ما خبرنا ضيفنا لليوم عم تكون قاتلة للشب إذا كان بعمرك صغير أو مبكر بيئة العمر الثلاثين اليوم رح نحكي عن أسباب أهم طرق العلاج وشو هي الوقاية هل الوقائيا اليوم نحن قادرين نبعد عن هيئة الحالة معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها نضيفنا لليوم وهو الدكتور أحمد العايد اختصاص أمراض القلب والقسطرة القلبية سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك سعد صباحك شكرا على الاستضافة سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك بداية دكتور يعني مثل ما لاحظنا بالفترة الأخيرة كتير صارت كترة الإصابات بأمراض القلب بالجلطات بالكتير من المشاكل القلبية عند فئات الشباب ما عادت فقط عندك بارسن خلينا نحكي عن الأسباب الحقيقة أولا هي أمراض القلب عالميا هي القاتل رقم واحد إذا حسبنا كل الوفيات حول العالم بما فيها الكوارس والحروب والأمراض المختلفة كلها فأمراض القلب تشكل نسبة أكتر من 40% من مجمل الوفيات سببها مراض القلب فهي الحقيقة القاتل رقم واحد حول العالم كانت هي الأكثر انتشارا بالأعمار المتقدمة الرجال فوق الخمسة وخمسين والنساء فوق الخمسة وستين لكن فعلا مثل ما تفضلتوا لاحظنا بالفترة الأخيرة وعالميا هذا الأمر يمكن عندنا أكتر شوي بس حتى عالميا لاحظوا أنه فيه ازدياد بالإصابات عند الشباب اللي هي كانت نسبيا قليلة ونادرة طبعا بالنسبة للأسباب كتيرة هي لكن فيه شي بخص الشباب أكتر وفيه شي مشترك لكل الأعمار يعني مثلا ارتفاع الضغط ارتفاع الكوليسترول والشحوم الداء السكري والتدخين هاي العوامل الخطر الأساسية يضاف إلهم العامل الخطر الأساسي الآخر اللي هو القصة العائلية أو وجود مرض وراسي بالعائلة بأمراض القلب وهذا بشكل نسبة لا بأسابيها من أمراض القلب عند الشباب يعني هون الحقيقة لازم نضوع لهالموضوع لأنه كتير مهم بيجينا شخص ما مصاب بمراض قلب بس متأخر وبيقلنا أنه الوالد توفى بعمر باكر والأخ الأكبر بعمر باكر واللي بعده كمان طب انتوا شو هم تستنوا لما يتحدث وفاة باكرة فيجب استقصاء كل أفراد العائلة تجاه أمراض القلب لنفي وجود أي مرض قلبي عندهم دكتور اليوم منسمع بجراء اسمه توسيع الشرايين عند الشباب خلينا بالمفهوم الطبي نحكي عن هذا المصطلح موضحه أكتر وقامت طبيا حضرتك تلجأ لهذا الجراء الحقيقة أول شي شو هو مرض نقص الترويه هو تضيق بشرايين القلب لما يكون تدريجي لما يصير تدريجي التضيق اسمه نقص ترويه قلبية العادي لما يكون مفاجئ انسداد مفاجئ صار اسمه احتشاء أو جلطة قلبية طبعا تدريجة الأسباب اللي حكيناها بيصير هذا المرض سواء التدريجي أو يوم العوام الكلا بأحاضني دكتور لحدوث هذه الحالات بالضمط الحياة كثيرة صحيح هلأ لما يصير هذا المرض في علاجات كثيرة في علاجات دوائية والأهم هو اللجوء لتوسيع الشرايين أو فتح الشرايين عن طريق القسطرة بالقسطرة القلبية القسطرة هي إجراء بتم في إدخال أنبوب صغير للشريان سواء من اليد أو من الفخز غالبا صرنا من اليد هلأ المواد اللي باليد صارت متوفرة وموجودة الحمد لله ما فيها نقص فممكن نستعملها عن طريق اليد أو الفخد عبارة عن بدخول بإبرة وتخدير موضعي وإدخال هذا الأنبوب صغير جدا زو قطر ولمعة صغيرة داخل الشرايين وتصوير شرايين القلب القسطرة بالأساس هي تصوير لشرايين القلب هلأ إذا اكتشفنا فيه تضيق بالشرايين في أحد الشرايين مصاب بتضيق بدون درس مكان الإصابة وين ونسبة التضيق قديش فإذا كان شرايين رئيسي وموصل نسبة تضيق لـ 70% وما فوق فهذا يجب التداخل عليه التداخل عليه بيصير عن طريق توسيع هالمكان بالبالون والشبكة عن طريق القسطرة نفسها بيتم بنفس الجلسة يعني ما في داعي أن يكون بجلسة أخرى فبيتم إدخال بالون للمكان ونفخه توسيع المنطقة المصابة بعدين منزرع الشبكة اللي هي اسمها دعامة هي عبارة عن جهاز صغير بيشبه راسور للألم حتى كثير بيسموها الناس راسور لأنه هي شكلة بشبه إلى حد ما يعني قبل ما ندخلها بتكون هي مخموصة على البالون يعني بتبين كأنها سلك بس لما تدخل جوا وننفخ البالون بينفخها بتاخد شكلها داخل الشريان بيتم تنفيس البالون وإخراجه وبتضل الشبكة كدعامة لجدار الشريان هي هي عمليات التوسيع هلأ عند الشباب الفكرة أنه نحن يعني هذا الشيء نجبر على إجراءه لما يكون فيه تضيقات بالشرائين نحن نحاول نتفادى ما أمكن إن كان بالأدوية إن كان بالوسائل الوقائية لكن إن استمرت المشكلة وتحولت إلى مشكلة مقعدة للمريض يعني خاصة عند الشباب الشباب لأنه مطلوب منهم الحركة هذه الميزة عندهم مطلوب منه الإنتاجية العمل غير مثلا واحد عمره 70 أو 80 سنة مثلا متقاعد لنفرز وما عنده أعمال كتير أو أشغال كتير لنفرز فهي الميزة الرئيسية عند الشباب فهذا مطلوب إنه نرجع له أداء القلب للوضع الطبيعي حتى يتمكن من استمرارية العمل والإنتاجية المطلوبة منه بعمله و بعائلته فالمريض اللي بيستمر عنده الأعراض فلابد من التداخل بهالطريقة ماذا الأعراض دكتور يوم؟ أكتر الأعراض هي الألم الصدري الحقيقة اللي بيصير بمنتصف الصدر عادة بيصير بشكل انزعاج حس انزعاج أو تقل أو ضغط أو عصر ومن هلأ رح أقول النغزة اللي بيشكوا منا معظم الناس هي غالبا غير قلبية الألم القلبي هو يحس انزعاج أو تقل أو عصر أو ضغط على الصدر وبيجي عادة بعد الجهد يكسر بعد الجهد يعني خاصة على مسافة معينة أو بيطلع طابق تاني أو تالت بيحس بهالألم أو هالانزعاج هذا هو العرض الهام جدا الحقيقة بالاحتشاء العرض مفاجئ بيجي الألم مفاجئ وما له علاقة بالجهد ممكن وهو قاعد مرتاح ممكن لما يفيه الصبح ممكن بالليل ممكن بأي وقت الحقيقة يجي الألم الشديد هذا هاي بحالة الاحتشاء بحالة نقص التروية العادية اللي هم نحكي عنها بيكون الألم تدريجي وممكن يزداد كل ما زاد التضيق داخل الشريان بيزداد يعني كان يمشي مثلا كيلو متر اللي يصير معه بيزداد بيصير بعدين لخمسمائة متر ممكن بعدين لمائة متر بعدين ما بيقدر حتى ضمن البيت انه يتحرك إلا بيصير عنده ألم هاي بيكون زاد كتير المرض عنده هاي هي الأعراض الأساسية طبعا فيه ديء النفس فيه الخفقة فيه عارات تانية لكن الألم الصدري بالأشكال اللي ذكرناها هي العرض الرئيسي لمرض القلب عند كل الأعمار وبالذات عند الشباب أكتر طيب دكتور خلينا نتوسع ونحكي أكتر عن العوامل الأساسية المسببة لأمراض القلب بشكل عام عنده الشباب وأيضا عند كبار السن لكن عند فئة الشباب اللي منتشرة هلا عم نشوفها بشكل كتير هلو الضغوط النفسية العوامل النفسية كمان درجات الحرارة اللي نحن فيها هلا بهذا الوقت هل هنون كمان هدول من أسباب أمراض القلب؟ أكيد أكيد كله هذا له تأثير لنا فيه عوامل خطورة عامة بتشمل كل الأعمار بتصيب كل الأعمار مثل الضغط والسكر كلسترول وشوهم ارتفاعهم غير المضبوط طبعا غير المعالج التدخين والقصة العائلية هلأ الشيء اللي أنا مميز شوي عند الشباب أو اللي بيأثر أكتر هو الدخان التدخين عند الشباب تأثيره أكبر من التدخين عند الكبار اللي بيبلش بالتدخين بعمر قبل 35 تأثير الدخان عليه أشد وأكثر لأنه الخلايا لسه بمرحلة البناء هلأ بعد 35 بصير استقرار بمرحلة البناء فالخلايا بتكون أقل تأثراً كله بيأثر لو بلش الدخان بعمر 80 بيأثر لكن لما يبلش بالدخان قبل 35 بيكون تأثير مضاعف فهذا العام الخطر الأساسي عند الشباب العامل الثاني هو البدانة وهذا شيء مؤسف أن نشوفه عند أطفال حتى نتيجة نمط الحياة اللي صرنا فيه نتيجة الوارد اللي غير مدروس من الأكل مبدئة لزيادة وإنما غير مدروس وغير صحي وبيعتمدوا على الأغذية جاهزة يعني سابقاً كان الطالب أو التلميذ يروح على مدرسته ممكن يقطع ثلاثة أربعة كيلو متر مثلاً يحرق وكان في حسة رياضة كان يلعبوا رياضة حتى بين بعضهم كان هاي وسائل تسلي الآن التلميذ على الموبايل طول الوقت الأوتوكار بيجي بيهدهم أدام البيت بيرجعوا لأدام البيت حتى حسة رياضة صارت يعني ما كتير مهمة بالنسبة لهم تماماً أضف إلى ذلك موضوع الأكل كان الأكل صحي أكتر كان الأم تلفله صندويشة تخلي معه خيارة أو تفاحة أو أي شيء مثلاً شيء طبيعي هلأ لا بسكوتة أو شيء معلّب شيء جاهز شيبس أو أي شيء من المدرسة ممكن من جوار المدرسة ممكن فنمط الحياة تبدل أضف لهذا الشيء موضوع التوتر النفسي اللي هو ثبت إليه تأثير مؤكد التوتر النفسي بيساهم برفع الضغط وزيادة المتلازمة الاستقلابية لأنه المريض اللي عنده نوع من الاكتئاب بيميل الأكل أكتر مثلاً ما بصير ينتبه لصحته بصير فيه اضطرابات نوم أكتر وكمان ثبت أنه اضطرابات النوم العلاقة بأمراض الضغط والشرايين وأمراض القلب قلت النوم هاي سابقاً كانت الشاب أو الفتاة مثلاً مميزين بنوماً العميق هلأ من نتفاجأ بالأشغينات وعمشكي من اضطرابات النوم والقلاق وإلى آخره وكله بسبب الحياة العصرية اللي شاشة الكمبيوتر أو الموبايل بوشنا طول النهار فهذا أكيد إلو تأثير أكيد إلو تأثير هاي التبدل صار بآخر عشر سنين فهذا أدى لظهور الشي اللي بنسميه البدانة المبكرة بتلاقي الطالب لسه تلميذ بالمدرسة عنده صحة زايدة نتيجة العوامل هاي طيب هذا إذا هلأ بالخمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة وهيك بعد عشر سنين بعد عشرين سنة لسه بمرحلة الشباب لكن بقى بتبلش تظهر عنده أمراض السكر والضغط والكلسترول والشحوم والتصلب الشراعين واللي بيوصل بالنهاية لنقص التروية القلبية وممكن احتشاء العضلة القلبية الموضوع الدخان بس بحب أقول أنه هو شكلين الدخان هو سيجارة أو أرقيلة وشان ما نميز بيناتهم أنه لا في فرق لا ما في فرق الاثنين مؤذين حتى أزل أرقيلة أكتر بالدراسات بيان أنه نفس واحد من الأرقيلة إذا لمدة ساعة يعادل باكتين على الأقل منظمة الصحة العالمية قالت مئة سيجارة يعادل يعني خمس باكتات لأن الناس تأخذها أنه أنا ما نعم أرقيل يلا دخان أهوان من الأرقيلة لا وفي شغلة تانية بيقوله نحنا ما عم نبلع ما هو امتصاص النيكوتين والمضار يبدأ من مخاطية الفم لو ما بلع هي صارت موضة دكتور وحتى التدخين السلبي صحيح وخاصة عند الصبايا يعني هلأ شيء مفاجئ يعني انتشار الرهيب لا هلأ الأشياء هي نرجع نرطب الوضع والضغوط النفسية ممكن دكتور هو المشكلة بيقوله نتيجة الضغوط بس المدخن أول مؤرقل إذا نزعج بده يدخن وإذا نبسط بده يدخن هي هي فهي نفس الشي لا ما فينا نقول هذا السبب ضغوط النفسية هي العلاقة أكيد في حتى متلازمة اسمها متلازمة القلب المكسور أو البروكن هارت سندروم هي معروفة أنه نتيجة شدة عاطفية بصير فيه أزمة قلبية حقيقية عند الإنسان جزء من القلب يتوقف عن العمل متلازمة القلب المكسور متلازمة القلب المكسور بمحله دكتور تمام وحتى بصير فيه انتفاخ بالقلب أما إلاك نفخت اللي قلبي مزبوط هذا الكلام بصير هذا الشيء فعلا طبيا هذا موجود طيب حكيم خلينا نروح لمراحل التشخيص يعني اليوم قبل ما تروح برحلة العلاج أو تقرر طبيا اليوم أنت شو بحاجة جراحة أدوية تشخيصيا شو هي مراحل التشخيص هلأ طبعا أهم وسيلة تشخيصية أولا هي الفحص السريري والسماع يعني طبيب القلبية بيعتمد عليهم بشكل أساسي لذلك أنه يبعتوا تخطيط يبعتوا إيكو ما بيفيد يعني لازم فحص المريض والاستماع على شكوى مناقشة الشكوى ما بين الطبيب والمريض هي المفتاح الأساسي للتشخيص المرحلة اللي بعدها بنعمل تخطيط وإيكو هي وسائل موجودة بأي عيادة قلبي تخطيط قل الكهربائي وإيكو قلب دوبلر هل اتنين بيكملوا بعض الحيئة؟ مع الفحص السريري بنطلع بالتشخيص النهائي والدقيق للحالة في حالات بتطلب إجراء اختبار جهد أو ممكن اختبار جهد مع شيء ما نسميه سانتيجرافي أو الجمى كاميرا بالنظائر المشاعر وممكن نوصل لمرحلة القسطرة القسطرة مثل ما أنا هي وسيلة تشخيصية بالأساس لكن ممكن تنقلب إلى وسيلة علاجية فيما لو لأنا تضيق بأحد الشرايين الرئيسية فهي هي المراحل التشخيص يعني الحيئة طيب دكتور اليوم إذا بدنا نحكي حكينا بشكل عام إنه كل الفئات وأكتر شيء فئات الشباب إنه هلأ صاروا أكتر عرضة للإصابة بالأمراض القلبي إذا بدنا نحدد اليوم هل فينا نحدد عمر الأكتر هو فعلا عرضة للإصابة بأمراض القلب؟ هو الحقيقة ما زال الأعمار المتقدمة هي الأكثر إصابة لكن إحنا اللي قلنا أنه زادت نسبة الشباب يعني بجوز كانت واحد بالمية هلأ عشر خمسة عشر بالمية صار هن المصابين هن الشباب وعمليا أكتر لسا هي الأحصائيات العالمية عمنا أكتر هم نشوفها الحقيقة فهي بتصيب كل الأعمار لكن غالبا بوجود عوامل الخطورة اللي ذكرناها الفكرة أنه أغلب عوامل الخطورة اللي ذكرناها أصلا قابلة للعلاج وقابلة للتعديل لما نقول أنه وفيات أمراض القلب حول العالم عشرين مليون سنويا حول العالم أحصائيات بنظمة الصحابة تقول أنه القلب بيأدي لوفاة عشرين مليون إنسان سنويا نسبة كبيرة منهم السبب اللي أدى للقلب يمكن علاجه يعني إن كان ارتفاع ضغط إن كان كلسترول وشحوم وسكر إن كان مدخن وقف دخان كتير بيستفيدوا هدول كتير بيتحسن وضعهم وكتير بيتأثر معدل البقية أو العمر يعني عندهم وبالإضافة للعلاجات كمان هاي ناحية يا ريت بس إذا مكتعنا شوي أنه أمراض القلب طبيعة الإزمان مزمنة فمعنا علاجات مؤقتة يعني إذا كان مريض فعلا طلع مريض قلب فالعلاج دائم نتفاجأ بمريض عنده ضغط وسكر وعنده نقص تروية قلبية بيكتب له الطبيب وصفة بيأخدها وبيمكن يجي بعد سنتين ثلاثة اللي عندهم بيقول له أخدت الدواء الوصفة يعني ومعت جددها خلاص هذا الموضوع كتير مهم الاستمرار على العلاج الناس بتخاف أحيانا من الدواء بيقول لك ما بدي تعود على الدواء لكم دك تتعود على المرض يعني يعني دك تختار يا أما تعيش مع مرضك والمرض قوي بيأتل أو نعيش مع الدواء كل التأثيرات الجانبية للأدوية لا تعادل واحد بالمئة من تأثير المرض المرض هو المشكلة وليس الدواء فيجب الالتزام بالأدوية طيب دكتور ذكرنا هيك بشكل عام عن هيئة الحالة ولكن اليوم إذا بدنا نحكي وذكرت حضرتك من خلال إجابتك أنه نحن قادرين وقائيا نبعت عن هيئة الحالة يعني قديش اليوم مهم خلنا نقول نصائح الوقائية وإذا كان الشخص عنده موروث بالعائلة قدي مهم بالتشريك عن طبيب قلبية وتشريك دوري يكون بالتأكيد تشخيص المرض عند إنسان بعمر أقل من 5 أو 40 سنة يفرض إجراء فحوص لكل أفراد العائلة الغير عرضيين يعني نفرض واحد إن صاب بعمر باكر وأخواته ما فيهم شيء فيجب تشريك عليهم وفحصهم طبعا بهيك حالة الفحص الدوري كتير مهم ومتابعة الأعراض والعلاج كمان أيضا مهم جدا والوقاية أولا إيقاف التدخين واللايف ستايل موديفكيشن تعديل نمط الحياة يعني اللي أكله سيئة اللي نمط حياته سيئة اللي قليل الحركة هذه أو قلة الفعالية الفيزيائية كمان هي عامل خطورة أساسي لا يقل أهمية عن التدخين فيجب ممارسة الرياضة هلأ التوصيات هي 30 دقيقة مشي سريع متواصل يوميا خمسة أيام في الأسبوع أو ما يعادلها طب دكتور كل الأشخاص فيها تمارسها هي تمارين الرياضة بشكل سريع حتى في أشخاص يمكن ما بقدروا يتحملوا هذا الجهد صحيح هلأ الحقيقة لكل واحد إله رياضة خاصة فيه حتى المصاب بالدسك حتى المصاب بأمراض عصبية حتى اللي معه شلل إله علاج وإله طريقة لممارسة الرياضة أنا بقول لهم بدكن تمارسوا الرياضة لو برموشكن لو شو عم يتحرك فيك الرموش تابع العين اشتغل فيها أي عضو بالجسم قابل الحركة يجب أن يتحرك فالرياضة مطلوبة لكل الأعمار ولكل الناس في خصوصية لبعض الأمراض بعض الحالات صحيح لكن هذا مبيع فيه من ممارسة الرياضة أبدا حتى الكبار والمتقدمين بالعمار إلنا خمسة أيام بالأسبوع ثلاثين دقيقة مش سريع ومنهم يومين مع الشيء اللي من سمير اكسرسايز أو تمارين المقاومة اللي هي شوية حديد يعني أيضا أصبحت مهمة جدا هاي لأنه الحفاظ على الكتلة العضلية مهم لأنه هلأ نمط الحياة الجلوس لفترات طويلة بعض الأعمال بتفرض هذا الشيء للأسف كتير من تشاهد أعمال أعمال مكتبية مثلا فما في حركة وما في نشاط حتى بصير في ضمور عضلي والعضلات هي المستقلب الأساسي تماما للسكر للكل السلول تماما تماما فالعضلات هي المستقلب هي اللي بتقوم بفعاليات الاستقلاب لما تضمر بده يؤدي بقى الارتفاع بالكلسترول والشحوم والسكر وارتفاع الضغط والدخول بهالمشاكل كلها أكيد دكتور بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتنا وأكيد منتمنى السلامة للجميع بعيدا عن الضغوطات النفسية والمادية الاقتصادية كل الضغوطات اللي عم يتعرضوا لليوم الشباب أكيد الصحة والسلامة للجميع وشكرا لكم شكرا دكتور أحمد لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها ودائما نقول بالصحة والسلامة لكل حدا يتابعنا بصباحنا لليوم شكرا للمشاهدة